في موضوع البيوع السائل يقول هل يجوز الشراء أو بيع سيارة بالقصد مع زيادة في المبلغ العصلي يضرب مثلا سيارة بألف ريال نقدا و إذا بيعت بالقصد ألف و خمسمائة ريال نعم يجوز البيع بما يعرف بالأقصاد جائز إذا وقعت الصفقة عليه و إن تغيرت القيمة بالزيادة فهو لم يشتري بعد تعرض هذه السلعة بقيمة كذا نقدا حاضرا و بقيمة كذا أغلى بالأجل و هذه القيمة على هذا الأجل مقصطة إلى أقصاد موزعة على أقصاد كما يقال اليوم و أن يكون ثمنه أغلى عند البيع بالأجل فتقع الصفقة يكون الإجاب و القبول و يكون إتمام الصفقة بين البائع و المشتري على أحد نوعي البيع إما أن يشتري منه بالثمن العاجل أو بالثمن المؤجل أقصاطا يشتري منه يتم الصفقة على أحد الوجهين نعم فذلك جائز أما أن يجعل الصفقة معلقة فيقول له على سبيل المثال خلاص أنا اشتريت السيارة و سأنظر إذا وجدت الألف ريال سأحضره لك ما وجدت سنجعلها بالأقصاد لا هذا لا يصح لا بد أن تكون الصفقة ناجزة تامة بينهما على أحد نوعي عرض السلعة الذي كان من البائع و الله تعالى لا ترجمة نانسي قنقر